ترجمة نانسي قنقر مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك كما بحث المجلس تقريرا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السيرة والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها وحضر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية قرر المجلس الموافق على جواز نظر الاقتراح بقانون وتمت إحالته إلى الحكومة لوضعه في سيغة مشروع قانون قدمنا تقرير للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 طبعا بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة ويهدف لتوحيد الأحكام الخاصة بالسفن الصغيرة ذات العلاقة بالملاحة البحرية مع الذي يتفق مع أحكام القانون البحري النافذ الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022 الحد من الحوادث الخاصة بالسفن الصغيرة والناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور تقديمنا هذا المقترع بقانون ودعم لأضاجه هذا كله بفضل توجيهات الملكية لسيدي حضرت صاحب الجلالة بالمحافظة على المخزون والثروة السماكية في البلاد وتطويرها وإنشاء المزارة وإحنا من خلال ذلك قدمنا هذا المقترع بقانون ولنرجو بسرعة تنفيذة لحماية البحر من جريمة الإبادة التي تحصل فيه بالنسبة إلى الأنواع والتي انهددت أكثرها بالانقراض من مياهنا الأقليمية ترجمة نانسي قنقر